كلنا نروح لأهداف ونتائج مطشاط دوري المحترفين النهاردة النهاردة كان فيه 6 مطشاط في دوري المحترفين نهاية الجولة الرابعة من بطول الدوري المحترفين اللي هو دوري القسم الثاني مطشاط كانت قوية جداً النهاردة وتفرجنا على 3 لقاءات في قناة On Time Sports وكان حتى اللقاءات الأخرى يدرنا نحصل على الأهداف نبدأ بمباراة طنطة والسكة الحديد خانيا بس نشوف النتائج الأول معكم النتائج يا جماعة نتائج الأول طنطة والسكة الحديد مطش كان قوي جداً طنطة كان متقدم والسكة عادل في الديئة 97 واحد واحد القناة كسب دي كيرنس 2-0 أبو إيرل الأسميدة برضو ودي دجلة واحد واحد لفينة وبيتروجيت مطبوراكت قوية جداً كان ببيتروجيت كاسمان 2-0 ولفينة عمل ريمونتادة يعني جامدة جداً 3 أهداف متتالية بعد ما كان لفينة خسران 2-0 قدر يكسب 3-2 بخيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك ويتصدر لفينة صدارة الدوري المحترفين كمان غزل المحلة قدر يفوز على المصرية صلاة في استاد السلام هنا في القاهرة 2-0 ويعود الكابتن خالد عيد بـ 3 نقاط غالية للمحلة وبرضو بيتساوى غزل المحلة مع لفينة في صدارة الدوري بـ 10 نقاط دي مباراة طنطة والسكة الحديد ده الهدف الأول لطنطة كرة عرضية وطلع مهاجم طنطة محمد عاطف حطها بدماغه وفي الوقت الضايع في الديئة 97 من ضربة روكنية كرة خبطت في مدافع طنطة بالخطأ ودخلت المرمى وقدر السكة الحديد يتعادل واحد واحد في الوقت القاتل دي مباراة بيتروجيت ولفينة في ملعب لفينة اللي هو ملعب الأسيوتي بيتروجيت بالتشارة الأزرق في أحمر ولفينة بالأصفر وتقدم بيتروجيت 2-0 ده الهدف الأول لبيتروجيت عن طريق مصطفى سلطان وبعدين الهدف الثاني ضربة رقصية وكرة عرضية عن طريق رشاد متولي وانتهى يعني أو تقدم فريق البيتروجيت 2-0 في الشوت الأول وبعدين لفينة زي ما انتم شايفين قدر يحرز يقرب النتيجة ويحرز الهدف الأول عن طريق أحمد سالم اللعب الموريتاني وبعدين تيكور أوين الهدف الثاني وتعادل 2-2 وده الهدف الثالث بقى هدف فوز لفينة عن طريق عمر عبدالشافي عسيلة ويعني طبعا فوز مهم جدا جدا لفينة على بيتروجيت 3-2 دي مبارات غزل المحلة والمصري الاتصالات وفوز غزل المحلة 2-0 عبدو يحيى الهدف الأول فريد المحلة طبعا بيحتفظ ببعض اللعبات اللي كانوا موجودين معاه في الدوري الممتاز وكان بصراحة انتفرجت على المبارات دي كان فيه ضربة جزاء لصالح المصري التصالات لم تحتسب دي مبارات مكادي وحرص الحدود وانتهت واحد واحد فيه ملعب مكادي اللي هو ملعب الجونة محمود السيد لعب مكادي أحرز الهدف الأول وتعادل محمد القط لعب حرص الحدود وانتهت المباراة واحد واحد